بين الألوان الكثيرة التي صبغت بها شبكة الاتصال المستعملة في تفجير الرئيس الراحة الرفيق الحريري تسهيلا لشرح كيفية عملها بقي كثير من الثغرات بحاجة إلى تفسير لتوضيح الصورة الرمادية التي ارتسمت مع أكثر من علامة استفهام هذا مصطفى بدر الدين المثل الأكثر وضوحا الذي يعطيه خبير الاتصالات رياض بحصون أنه كيف لشخص مفترض أنه أمني في حزب الله أن يشتري سبعة خطوط باسمه أو اسم سامي عيسى كما تبين أنه الشخص نفسه فضلا عن كثير من الملاحظات التي يضعها الرجل في رسم المحكمة من الشبكة اللي بيسموها البرب مش البرب لا الخضرة والبلو الزرق يعني مهم الكل بالكل أكثر من عشرة طيب بالملاف تتطلع أنت وبتشوف بعض التليفونات اللي بتتعلق بتنفيذ الجريمة شو حصل بوقت تنفيذ الجريمة هذا مهم اللي حصل مع قبل بالشوي ومع بعد بالشوي هذا كتير مهم وبتشوف أنه حصل تليفونات من هذا الرقم ومن هذا الرقم مع بعض الأرقام اللي هي مرتبطة بالشبكة طيب ما دام دليل أنه عيسى هو مصطفى بدر الدين دامغة يعني ما فيها شاء لما شاء دامغ يعني ما في شاء طيب ليش ما بتكشف عن اللوائح التليفونات كلها يا تلا أنت بتقول أنه هي لا 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 هذا سامير عيسى لغاية أنك تشوف أنه بالوقت الزيت اللي حصل التليفون اللي أنت مركز عليه من هذا الرقم اللي هو مشبوه وأمني ومن الرقم الثاني اللي هو أيضا مشبوه وأمني إذا حصل تليفونات شوف أنت لا إذا ما حصل بكون أنه الحديث طيب طيب إذا حصل تليفونات ومثلا تبين أنه حامل هذا التليفون لأنه واحد منهم بس كان مثلا يا أما بطرابلس يا أما بنت جبال شو بتكون النتيجة بتكون النتيجة أنه هذا الشخص ليحامل هذا التليفون وهذا الشخص ليحامل هذا التليفون مش نفس الشخص ليش لأنه ما بيقدر يكون بمينة الحصن وببنت شبال يشيد بحصون بطريقة عمل المحاققين الدوليين في طريقة تعقب الاتصالات وتحديد الشبكة ولكن تحديد هويات هؤلاء ليست على المستوى نفسه من الحرفية ويشوبها كثير من الثغرات وهن استعملوا هذه التكنيك اللي اسمها كولوكيشن وهي غير مقبولة وأنا في نقاعت أمثلة لخلي الناس تفهم بشكل كتير بسيط مثلا بعديك مثل بوستة حجاج رايحة من الشام لمكة طيب فيها ميتين شخص ما بيعرفوا بعض تعرف جروبات ما بيعرفوا بعض طيب حاملين تليفونات طيب هدول بهال الفين كيلومتر بيخد معهم يوم ونصف فيه تليفونات بتجي لهذا ولهذا هل يعني إذا فيه مثلا شخص اجيه مثلا 18 تليفون بين المحطتين وشخص تاني اجيه 18 تليفون ما بيعرفوا بعض صاروا نفس الشخص هيدا هي اللي قيل عن الخمسة هدول هيدا هي اللي اسمها كولوكيشن هيدا هي التكنيك اللي استخدمت لحتى ينقال مثلا أنه عيسى هو مصطفى بدر الدين في الحصيلة يقول بحصون المتابع لهذا الملف منذ لحظة الاغتيال أن ارتكاز المحكمة على الاتصالات كقرينة وحيدة للإدانة أمر غير منطقي وغير قانوني أنه وصلوا لبعض الأسامة وتحديد الأسامة لبعض الأرقام ولكن في عدة أسامة ما وصلوا له يعني أنت بتشوف لحد الآن بتشوف الخرايط بعد في عدة أرقام موجودة دون اسم هدول تواصلوا مع بعض طب ليش كيف لحتى أنت وصلتوا فقط لهذا الخمس أسامة وبيطلع أنه هني من نفس الطائفة ومن نفس الحزب ومن نفس المجموعة السياسية يعني تسألت البزار يعني فيه شيء يعني خلينا نقول يعني يلفت النظر النقطة الجوهرية هي غياب باقي ذات الاتصالات عن التحقيقات والسبب هو تغيير محطات الإرسال الخاصة بشركة ألفا ما سبب ضياع قدر هائل من المعلومات التي قد تفيد في هذه التحقيقات ترجمة نانسي قنقر